اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد الى هذه الحلقة من برنامج الكلمة لك واليوم مشاهدي الكرام كما ذكرت اننا نناقش موضوع في قاية الاهمية وموضوعنا في هذه الليلة الغش في الامتحانات واثره على المجتمع وارجو من جميع المشاركين معنا في هذه الحلقة ان يتقيدوا بالموضوع حتى نترك مساحة كبيرة لمن يريد ان يشارك معنا في هذه الحلقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نتعرف عليك اخد عزيز ماك زيادة راعي من مأرب من مأرب تفضل الكلمة لك اولا يا الاخد عزيز من اشتر جناب سحيل اكتما مع他 هذا الموضوع أنه موضوع يهم جميع الأبناء الوطن الغش أخي العزيز لا تقول الأوطان بالغش لأن الغش مهلكة للأوطان وكذلك للأجيال فرسالة لأخي العزيز من شقين الشق الأول للآباء هناك يا أخي ماجد للأسف الشديد تجد آباء يتواصلون حتى مع بعض المراقبين أنهم يساعدهم على غش أبنائهم أنصح آبائنا جميعا على يستخدموا هذه الوسائل وهذه الطرق عليهم أن يردوا أبنائهم على كيفية الاجتهاد أيضا يا أخي العزيز لا نرد لهم على وزير التربية فماذا يصنع وزير التربية وزير التربية رجل لحالة في هذه الوزيرة ونحن نعرف حكومة وفاق بالوزير هناك مدرع عموم مكاتب التربية في المحاطبات هناك مدرع مراكب تعليمية في المديريات الكل يعلم هذا هناك مدرع مدارس يا أخي العزيز أمور سياسية كانت من سابق نحن أنا كنت طارق في المعاهد العلمية لما كنت أدرس المعاهد العلمي وأحد الزملة كانت أدرس في بعض المدارس أقول له ليش ما تدرس عندما تدرس المعاهد العلمي يقول لي لا عندكم ما فيش رش فليهذا الغش يا أخي العزيز تبحث في المدارس وفي التعليم من زمان طويل نعم فليهذا لابد من تصحيح الوضع التعليمي بشكل أساسي تصحيح جدري من ناحية التعيين من ناحية إعادة حكرة لزارة التعليم أيضا بالنسبة لإمتحانات أخي ماجد لا مد للحكومة وإذن الله أن تسعى إلى إيجاد آلية صحيحة دقيقة تخضع لمعايير ورقابات حتى تشرك الأخرى عزيز المنظمات الحقوقية حتى المحامين لماذا لا يشرقون منظمات ذات رقابة يعني في مراقبة سير عملية الامتحانات عما الطلاب لا يتعذلون بقضية أنها الاختبار صعب أو ما صعب طانعا تقدمنا أن الزارة وضعت اختبار بما يسمى متوسط الفهم للطالب هذا يا عفل عزيز لا بد من تكافف جهود الناس جميعا أيضا دور المرشدين العلماء القطباء أن يوأعوا الناس في الجانب هذا في جانب الغش بإيجاد بيئة غيحة تحافظ على بناء هذا الوطن على وجود أجيال يعني يعتمد على نفسه كيف أقبل بولد لي يغش اليوم وغدا أعطاله أن يدخل كلية أو أن يخدم وطن هذا كلام غير صحيح هذا ما أردت أن أقول شكرا جزيلا شكرا لك يا أخي زياد بتأكيد يجب أن تكون الجهود من قبل الجميع من قبل الخطباء من قبل الإعلامين من قبل أيضا الجهات الأمنية لترسيخ هذه العملية الامتحانية العملية التعليمية في أجواء آمنة ومستقرة أشكرك أخي زياد الراعي مكالمة أخرى ألو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نتعرف عليك معك عبدالغني يفوز من صنعة عبدالغني من أين من صنعة تفضل عبدالغني يفوز يفوز نعم تفضل أخي الكريم الكلمة لك يا أخي الباهرة الغشلة أسباب كثيرة نعم هلو نعم تفضل عبدالغني باهرة الغشلة أسباب كثيرة من أهم أسبابها اختيار القيادة التربوية وأيضا كيف تجد يعني هناك معلمون مدلاء معلمون منقطعون يعني إيش توقع من الطالب لم يعلمه المعلم المتخصص لك الذي متخصص لمادته ماذا تذبط من هذا الطالب يبحث عن نجاح قط نعم أيضا غرف مفاهيم القيام التربوية غير موجودة في بصراحة نسمعنا التربوي مع احترامي الكثير من الكيادة التربوية الذي يتحاول إنجاح العمل التعليمي والتربوية نعم هناك مشاكل كثيرة جدا يعاني منها المعلم يعني أحيانا البحث المادي والوازع الديني يجعل المعلم يساعد الطالب على مجيش أحيانا ولي الأمر نفسه ما يهموش أي مستقبلي بنوعه كيف يكون الأساس بل يهمو كيف يحصل على تقدير جيد أو على تقدير يعطيه منحة وطبعا في النظام السابق كان الوفاقات والغش ويحصل على المنح بينما الأوائل ما يحصل على تسئيل يعني أكثر واحد يحصل على تسئيل نعم على تسئيل نعم بينما إلا يستحاق الدرجات يحصل على 95-98 وحيانا أوائل نعم نعم المعلم المتخصص غير موجود واحد يشتغل طبق في السعودية والثاني يشتغل مكمس في الإمارات واحد يشتغل مهتر في أمريكا ودرجتهم الوظيفة يحافظ عليها بناس يعني أكثر واحد خلص سنوية عامة ما استوقع من تحت العلمي نعم أشكرك هذه أسباب كثيرة من الأسباب الغش بالتأكيد نعم أخي عبدالغني أنت عددت أسباب هي في الحقيقة منطقية وواقعية أشكرك أخي عبدالغني على مشاركتك معنا مكالمة وقرأ لو السلام عليكم أو نقرأ بعض التعليقات على الفيسبوك كما يشير المخرج والبداية من بسام الإبراهيم يقول من غشنا ليستمينا بتأكيد هذا حديث شريف عادل المريسي يقول قد يوراث يا أخ ما نجد ما نقدر نغيرها بايز على الأجداد لا إن شاء الله بنغيرها أخي عادل وإن شاء الله ستكون القادم أفضل وأجمل بمشاعة الله عبدالشافي الحمز يقول عنكم الله أيها الطلاب قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من غشنا ليس منا عبدالله با قطم يقول اللهم وفق كل من امتحن وجعله ناجحا عفوا يقول عبدالله با قطم الله موفق كل من امتحن وجعله ناجحا يا رب العالمين وأسألك يا رب كما نجحته في الدنيا أن تنجحه في الامتحان الأكبر يوم القيامة اللهم أمين يحيى الصباح يقول كيف نريد أن نرتقي ونحن نعيش بالغش عبدالسلام يحيى يقول إن ظاهرة الغش أصبحت كعادة طبيعية بل حاجة ضرورية وهذا بسبب التهاون من الجهات المعنية وله تأثير كبير على المجتمع فالغش قد تحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيفة إبراهيم الجحدبي يقول الغش آفة خطيرة استفحلت في المجتمع وأدى انتشاره إلى مقرجات تعليمية جاهلة تفتقد إلى أبجليات التعليم البسيطة وكأن سياسة تجهد التعليم كانت متبعة أو متبعة متبعة من قبل نظام البايد ونعمل من الحكومة الجديدة العمل على الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وإعطاء التعليم الأولوية بدءا من معالجة الأثار السلبية جمال الدين بامومن يقول هو السبب الرئيس لأمراض التخلف الثقافي وتصلب المعلومات ويقول وتصلب المعلومات وضعف الوعي وتراجع نسبة التعليم في وطننا وتفشي الجهل وهو مرض استشغى في مدارسنا وسببه وضعف الإيمان وعدم تحمل المسئولية أحمد العمر يقول الغش هو خراب العقول ومدمر الشعوب ومعيق للتقدم والتدور عمر الصباح يقول الغش ظاهرة سلبية في المجتمع وهو العامل الأكبر في فشل الطالب وقت دراستي وله تأثير مباشر على أداء الموظف الذي اعتمد على الغش ونسأل من الله العلي القدير أن يزيل هذه الظاهرة من اليمن اللهم أمين كمال حسين يقول أولا ليش حاطين صورة الطالبات بالتأكيد هؤلاء أخواتنا وبناتنا وبالتأكيد هذه الصورة إذا بتزعلك إن شاء الله ما تكون تزعل مننا على استمرار يقول أما حكاية الغش لو أن الدولة مرخصة الأسعار ومعيشة شعبه في راحة لعمل الأب على أبقاء ابنائه ليذاكرون بدلا من الخروج لمساعدته في توفير الحاجات الأساسية عصام يقول الغش في الامتحانات صار الطالب معتاد عليه ولا يعلم الطالب أن هذا سبب فشل وهذه الظاهرة سلبية على المجتمع وتشكل عايق في ثقافة المجتمع ولن تزول هذه الظاهرة إلا إذا وجد تدريس جديد عبد الرحمن أبو عابد يقول من غشنا ليس منا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه اللهم صلي وسلم عليه فالحديث يكفي أن نقتدي به علنا أن نعرف مدى قول الرسول الأكرم لما هي لما هي تلغش وفالغش كلمة حذر منها الرسول الأكرم بقوله ليس منا وهذا يعني أن هناك معضلات ومشاكل يؤرثها الغش عبد الإله أبو عاصم يقول ابشروا بجيل فاسد خربان ما دام هكذا امتحانتنا إن شاء الله نتفاعل بالخير وإن شاء الله تصلح العملية السياسية أخي الكريم العملية التعليمية عفوا عبد الله الشعبي يقول لقد اعتاد الطلاب على هذا الغش بسبب النظام المشتبد الغشم الذي غرس هذه الظاهرة السلبية في عقول الطلاب وبسبب هذا صار طلابنا على هذه الظاهرة ولا يدرون بأنها بداية فشلهم وقد تشكل هذه الظاهرة عائق في ثقافة المجتمع عبد الرحمن محمد يقول بصراحة ما حد يقدر ينجح هذه الأيام إلا بالغش هذه هي الحقيقة في المجتمع اليمني وما في أستاذ في العالم يساعد الطلاب على الغش إلا في اليمن وهذه بالتأكيد أخي عبد الرحمن ظاهرة السلبية نتمنى أن نكون يداً بيد لمعالجتها سالم برضو يقول عفواً على الإضطالة أخي ماجد وأرجوه قراءة التعليق كاملاً لأنه مرتبط بعض الغش اعتبرها من فشل النظام ومن سلبياته فهي لا تعد ولا تحصى حيث دمروا الشعب اليمني في شتى مجالات دمروا اقتصادياً وسياسياً ودمروا في مجال التعليم فلم يبقى النظام السابق للشعب اليمني أي إنجازات سواء الدمر والهلاك فنجد ظاهرة الغش موجودة في كل مكان وخاصة في الامتحانة الوزارية فأصبح التعليم مدمر تماماً نتيجة هذه الظاهرة سأقرأ باختصار محمد سالم الصابر يقول الغش ظاهرة منتشرة في مجتمعنا اليمني وعواقبها خطيرة على مستقبل طلابنا لأن ما بني على خطأ لن يستمر بل إن يهدم شكراً لكم إخواني في البرنامج الكلمة لك لتطرقكم لقضايا بلدنا الحبيب لا شكر على واجب أخي محمد إذن سنعود لاستقبال المكالمات مشاهدين الكرام ومعين مكرمة الآن ألو السلام عليكم ألو سلام الله عليك ما عنديش صوت ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا أخي كريم تعرف عليك معكم محمد خاد المخلافي من السعودية محمد المخلافي من السعودية تفضل أخي كريم الكلمة لك يا أخي العملية التعليمية برمتها يعني منذ زمن يعني فيها خلل فيها خلل فيها خلل كبير نعم طيب أخي ما هو الحل حتى نعالش هذا الخلل الحل هو يعني الحكومة الوفاق أنتهتا بالتعليم وأن يعملوا منذانية للتعليم تكون يعني بشكل كافي حتى لا يضطر المعلم بأخذ رشاوي نعم نعم تفضل اسمعني اسمعه بتفضل أخي حتى لا يضطر المعلم لأخذ رشاوي على سنة فمن المعلوم أن الغش في التعليم هو يدمر يدمر العملية التعليمية ويدمر الوطن بأكمله نعم نعم أشكرك أخي محمد المخلافي بالتأكيد هذه الظاهرة السلبية وتعود بأثر سلبي على العملية التعليمية في بلادنا وعلى المجتمع ككل إذن ننسى نستقبل آخر مكالمة في هذه الحلقة نظرا لضيق الوقت ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نتعرف عليك جنوبية جنوبية يا مرحبا تفضلي نعم لو سمحت بس نبقى نشارك على الاسم التربية والتعليم اليمان بس اسمها تربية وتعليم نعم واللي هي تجميل وتخريج لأينا قبل الوحدة باليمن باليمن الجنوبي أتحدى واحد أن يقش تاندراسة مياه سلمة لكن بعد الوحدة للأتف لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم على الذي بيخطط لليمن اشتي يدمره وما يدمره الدنيا والآخر اللهم أمين بالله عليك يقشون يقشون الطالب ما يقش لكن هي التربية تقش بالتأكيد بالتأكيد المسؤول الأول ونحن لليا ونحن للمسؤول الأول ونحن للمسؤول الأول ونتمنى أن يكونوا عند حسن الجميع في إدارة هذه العملية التعليمية إدارة صحيحة وأن ينبدو كل التصرفات السلبية الماضية الذي كان يستخدم النظام السابق ضد أبنائنا وبنتنا الطلاب أخوانا وأخواتنا الطلاب والطالبات في المدارس وفي الجامعة شكرا لك أختي الكريمة إذن مشاهد الكرام بهذا نصل وياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الكلمة لك حقيقة أجتد اعتداري لأن الوقت قصير ولأن كانت هنا إشكالية فنية ولم نطلع في وقتنا لكن إن شاء الله سنحاول أن نلتزم بالوقت الساعة العاشرة والنصف مساء كل أحد ومساء كل خميس لتقولوا كلمتكم في مواضيع متعددة ومتجددة إذن أشكر كل من شارك معنا في هذه الحلقة سواء كان عبر الاتصال أو عبر صفحتنا على الفيسبوك أشكركم مشاهد الكرام على حسن المتابعة والإصغاء أنقول لكم تحيات فريق العمل وماجد دهيم يحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبراكاته اشتركوا في القناة